عالموجي السوا مرحبا فيكم مشاهدينا ومستمعينا من وينما كنتوا عم بتشوفونا أو عم تسمعونا دايما عالموجي السوا وهلأ مع فقرية الترابك دهب بترابك دهب لليوم رح نحكي عن النباتات العطرية وزيوت المقطرة ومعنا دكتور مارك بيروتي المهندس الزراعي أهلا وسهلا فيك يعني لما اخترت الموضوع هذا موضوع نحن ولا مرة حكين فيه أو يمكن حكين فيه مرة كتير من زمان ولكن بهم الناس خاصة انه صاروا كتار منهم عم يستخدموا هالنباتات ليعملوا كتير اشياء إن كان طبية تجميلية وغيرها رح نحكي عن تفاصيلها ولكن خليني بالبداية اسألك لما منقول نباتات العطرية والزيوت المقطرة قلت لي ما منقول زيوت العطرية أو الأساسيات يعني الأساسيات صحيح شوش سبب ليش؟ هي تقليك النباتات العطرية هن نباتات عادة عندهم نريحة بس مشكلة النباتات العطرية منقدر نستخرج منهم زيوت نعم سهيدا أول شغلة فتعنحنا نعمل الزيوت المؤترة يعني عم نحكي عنهم essential oils كل الخبرية هي بالتكنيك كيف نحنا بنحصل عليهم سوطا نقدر نحصل عليهم الزيوت بدنا نعمل كركة يعني كيف نعمل كركة العرق هيدا هي شو الفرق بيناتهم اللي بسينا اللغات لما نحنا نقول زيت نباتة يلي هو حيال لزيت ونحصل عليه بطريقة العصر مثل زيت الزيتون أو الكوكونات أو الأرجون يعني بتاخد ورق أو فوكب تعصري بيطلع زيت الزيت يلي بتعصريه هو زيت إذا اجعل تيابك بيتبغ وأصلا فيك تستعمليه بكميات كبيرة ما بصير شي يعني إذا أكلت ملع زيتون فيك بينامس زيوت المؤطرة هن زيوت بنحصل عليهم بطريقة الكركة بدك هلا إذا بدك بنفوت تفاصيل كميات كتير كبيرة لتعمل شوية بتقدري بشوية صغيرة تموت أوفردوز مشان هيك بننتعمل مشان هيك بيكونوا غاليين مزبوطين صح إذا بدك تعطيك رقم مثلا تخيلي أنه بدك عشر تلف متر مربع ورد جوري تزرع يعني عشر تلف متر مربع تخيلي لتعمل يعني عشرة دونوم لتعمل لتر ورد جوري بي نبيع بعشرين الفيورو بس مثلا زعتر أو لنقول لفانت بديك مثلا ميت كيلو لتعمل كيلو سواء بنحكي عن بدي كميات يعني مشان هيك الأسعار طبعون غالي إذا مشو زعبا خلينا بليش نحكي عن أنواع النباتات العطرية وين من لقيها كيف تنزرع وين الأفضل هالموجودة بلبنان هو التفاصيل يعني سواء نحن عنا بلبنان بالطبيعة أراوض ثلاثة ألف نبتة من هول بس يعني إذا بدك تقولي أراوض مية بس نقدر نستخرج منهم زيوت مؤترة وكومورشال اللي هن عنا يوهم بلبنان وفينا نزرعهم وناخد منهم ما بيطلعوا عشرة اوكي هلا بالعالم لا هنا أكثر فهلا فينا نزرع بلبنان بعد النباتات اللي هي مش موجودة يعني تعطيك مثلا نهيا اللفاند والرومارا هن عنا يوهم بلبنان بس نحكي عن أنواع معينة يعني بس نقدر نزرعهم على استخرج السانشلويل بس في منهم كتير مشهولين مثل اكاريبتوس رادياتا او تيتريل هي جدا مستعملة او مثلا غاتيفار هولي اغلبيتهم حتى ما بيطلعوا باني خربنان بس نحنا مستعملهم كتير وعندك بعض النباتات اللي هن اصلا موجودين عنا بالطبيعة ما بيعرفون برا فينا نستخرج منهم السانشلويل بس ما نعرف وين بدنا نبيعه مشان هيك بدنا ندرس السوق العالمي اذا هدفنا التجارة اذا هدفنا الاستعمال الشخصي بدنا نتعلم ونقول شو هن النباتات ونحضر ساشنز ما بعف شو بدك فصل لك بالاول استعمال الشخصي ولا استعمال التجارة بدنا نحكي عن الاثنين ولكن خلينا نبلش بالاستعمال الشخصي بلك كمان في بعض الناس يمكن عندهم وما بيعرفوا شو يعمل 100% بالاول استعمال الشخصي لا يمكن الذهاب بحضر ساشنزي عن استعمالتهم بس في سبع نحنا منقول عنهم السبع الاساسيات لما نسميهم سام الرأي تكت سأخبرك على السريع عن استعمالته أول واحد الحامض اسمه lemon essential oil الحامض هو تقريبا واحدة من الكتير قليل نستعملها بالتم ديراك سوف نأخذ 2 دروب تحت لسان هو واحد من أقوى شيء للإميونيتي يعني إنه إميونيتي بوستر اسم معنا في كتير مؤخرة مئة بالمئة الحامض في زيرو فيتامين سي لأنه لما تقطريه ما بتاخد العصير بس القشرة تبع الحامضات وتقطريه يوجد مؤخرة المؤخرة ثاني واحدة للافاند بس إذا نقرأ على اللابل للافاند الاونجستيفوليا هيدا النوع بس يعني هو واحدة من النباتات الكتير ميحة على الووند هيلنج يعني بشيل الجرح نفس الوقت إذا شميناها هي كتير مهمة لنقدر النام أو يكون لدينا باتر مود لذلك سأضع نقطتان على المخدة قبل اللي عنده آلاء وهل الشكل المستعمل بابرمنت أو نوع من النعنى مين بيستعملها كتير؟ كل الناس بشتغل بالليل يعني بسوقه مثلاً ما بدون يشربوا قهوة بدون نوعه بشمم بابرمنت بواعب ثانية نفس الوقت منيح للميغران ونفس الوقت منيح للنفخة أو الغازات أو هالأشياء كلها هذا هو واحد من الاستعمالات التيتري اللي مقلو علاقة بشاي اسمه تيتري هو بلاط اسمه ميلالوكا بتجيبس من نيوزيلاد تيتري؟ نعم بالحرب العالمية كان الجيوش من نيوزيلاد الذين يعملوا بزراعة التيتري لا يذهبوا بالحرب لأنه كان كتير مهم يكون السنشال موجود يجبس من الجنود ما يستعمل؟ هناك من يستعملوا محل دانتفريس يعني تضع نقطة على البروسة الدونة ولكن أهم يستعمل عليه هو انتي ميكروبيول وضد الجروحات وصيكاتريزة يعني حيث يستعملوا جراح يستعملوا هذا لدينا الأكاليبتوس رادياتا صرنا بالخامسة يشدد على كلمة رادياتا إذا اضعوا فرماشية وبيعوكم أكاليبتوس على شوية نص ليتر يعني خمسة دولار أو عشرة دولار يكون مزعبر يجب أن تقروا أكاليبتوس رادياتا ويجب أن يكون صغير يستعملوا هذا ونفرق لهم على أجرهم من تحت أو نحن نضع تحت المنخور هذا مهم كمانا كأنتي ميكروبيول ستعمل كثير في الكورونا هذا استعملته بيرجع لنا البيزل أو الحبق وهي من أهم أشياء لنتروقنا ونضع الميغران وآخر واحدة فرانكنسنس أو البخور لا أحب أن أقول هذه الأشياء لكن يقولوا أن نستعملوا ميونيتي للكنسر لكن لا نستعملوا مناع أهم شيء نقول أنه مؤولة المناعة هؤلاء السبعة هاي نين بدلا في مية غير هؤلاء السبعة هؤلاء السبعة المشتركة بين السبعة هي أن كلهم يعملوا على المناعة تقريبا تقريبا ثلاثة منهم يعملوا على المناعة أو أربعة أهم شيء هنا يقولون على هذه الأشياء قبل أن نستعملوا أول شيء نستعمل السبعة ثلاثة منهم ثلاثة منهم ثلاثة من الجسم وهناك كميات دقيقة نستعملوا على المناعة مثلاً نجيب معهم كارير أويل أو الزيت النباتة مثلاً أنا أخذ نعنى بحط نقطتين على سكر أو نقطتين على عصل أو نقطتين على زيت زيتون وزيت عنب وخذها ثلاثة من المناعة وإلا كارثة لن نخوف مثلاً في بلد لتوعية ماتوا ناس أوفردوز زعتر لأن زعتر لا يمكننا أن نشرب كيف كان ثلاثة من المناعة ثلاثة من المناعة يوجد بعض الناس تحساسية ثلاثة من المناعة نستعمل نقطع الجسم نقطع نصف نصف ساعة وشغلة مهمة في بعض الأساسيات مثل الحامض والحمديات نسميهم فوتو سنسيبريزان يعني إذا حتيتي على جسمك وتعرضت للشم استعمل الحساسية فهول وطريقة التدويب والكارير أويلز يعني بيتعلمون مش ناك نحن ضد الوصف حضرت الساشنز مرة نوكا وبعدها السكاي دلمت يعني عندك أكثر من 150 واحدة فيك تستعملوا وفي ناس وقفوا كليا استعمالات أدوية بيشتغلوا على السانشور أويلز بس ما ننتبه أنه هن خطرين هنا مثل الدواء حسنا نحن حكينا كيف يستعملوا على المستوى الشخصي صح إذا بدأ أحكي تجاريا كمان في كتير ناس عم يستعملون في ناس أكيد طبعا عم يستعملون بطريقة صحيحة ولكن في أكترية عم تستعملون بطريقة خاطئة مضبوط أنا مرة عملت دراسة على نوع منهم اللي كان قصعين ولما يتومنشي 40 مطرح من لبنان في كتير زعبارات لا زعبارات لأنهن غالين حسنا كيف يستعملوا مثلا أنت بدأ قصعين تتعرف أن هناك مادة اسمها أكاليبتول وهي ريحة ثم نأخذ زاد الله يستر ونزيد عليه الأكاليبتول لأن نفرج الناس ريحة الحلوة حسنا أنا أريد أن تشتري إستنشل أويلز أو زيوت مؤثر أول شي انتبه على السعر اثنان يشترون بس من الفرماشيات أو المحلات المتخصصة المنو سقفيا أريد أن يكون بس خمسة ميلي أو عشرة ميلي وبإزازة سودة ومكتوب اسم اللاتين عليها مش أنه كتب لك أصعين أو زعتر أو هك كتير مهمين أصعين بلدي لأنه تقولك لا لأنه من سنة لسنة ومن شهر لشهر بتفرق تبعون هون معفزة بديك نفتح بس النبتة ما عملت أو زيوت مؤثر كرمالنا وهي آخر هم ما نحن سويا عملتهم لسبب تتدافع عن حالها أوك ونحن كيف منعرف أي متى نستخرج وملوان وكون درسناها لثلاثة أربعة خمسة سنين قبل ما نبيعها هو دكي نعم سويا ما هيك لازم يكون عنا عن جد مصادر موسوقة نقرة اسم اللاتينة زيزة سودة وهم نحطهم ليش زيزة سودة لأنه بينتزعوا على الضو أوك يعني أنت إذا جبتها والفتحتيها هم إذا جاءتها تتبخر إذا لم تكن تسكرة مزغوطة اتعرضت للهواء أو للضو تنتزع والشكل كثير مهم هو الماء لا يزبطون لذلك نحن ممنوع نضعهم على الماء بالتم كارثة بالبانيو كارثة وحتى لما نضعهم بالدفيوزر لذلك لا ينخلطون مع الماء في كثير عالم عندهم دفيوزر شمع يضعهم هؤلاء ينضعهم ينتبهوا على الأشياء إذا قلت لي في زيوت المقطرة وهيك بنسميهم شو الفرق بينهم بين زيوت النباتية قلت ليها بالأول الزيوت المقطرة هن الزيوت اللي بتجا من النباتات العطرية اللي منحصل عليهم بس بالكاركا ها هي هناك 20 نوع كاركا في كاركا بالماء وكاركا 100 خبرية بينما زيوت النباتية هن منحصل عليهم بالعصر فهذا الفرق الكتير كبير يعني المواد اللي بيمزلوا هون غير المواد بيمزلوا هون يعني تعطيك مثل هيك هيا يعني أنا إذا بدي أخد لنقول حبق أنا بجيب هالحبقات إذا حطيتهم بالماء وشربتها تيزان شي إذا أكلتهم شي لما أنا وهذا الخطر الكتير مهم لما أنا بدي أطرها بقلب الورقة طبع الحبق بقلب الورقة الحبق هناك 2% منه وفي 98% أشياء تانية لما بأطرها الـ 2% بس بيروحوا لتاني مال وبيصيروا 100% يعني الـ 2% من كل ورقة بس هن بروحوا لتاني مال ليس هناك يعني الحبق إذا أنا بيخده كورق هو منيح مثلا للشاهية هو منيح ديجاستيف بس لأنه فيها أشياء كتير لما بأطرها بتصير منيحة للميغرانت وكلنا نغير لأنه غير كاميكالز حتى لزيت النبتة دكت زيوت النارتية هنا ونحصل عليهم لما نحن نعصر مثل زيت الزيتون زيوت المؤطرة هنا بس بتقطير أو ديستيليشن مثل ما بنعمل العرق يعني هذا الفرق الجبير بياناتهم واضحت هل نقول للمستمعين والمشاهدين أنهم فين نتواصلوا معنا على 01325555 76611003 005 76611001 للواتساب لما بدي أحكي عن يعني النبتات العطرية كتير من نسمع خاصة بمحلات السبا أنه بيحطوا أنت هم تقول ما الماء ينحطوا بالماء نحن عم نشوفهم أنه عم ينحطوا بالماء إيه لما بينحطوا بالماء المحلات السبا يعني إحنا ما قام نتنوالها بالتام عم ديثيوز بتقطع بس منكون عم ننزعهم شوي مشان هيك صار في ديثيوزرز حاليا يعني قبل كل الدراسات كانت بس يحطوا بالماء لما اكتشفوا أنه بينتزعوا صار في ديثيوزرز بنسميهم ألتراسونيك أوكي يعني أنت ما بقى عم تحطيها بالماء لات قطرية أوكي مش مانا خطرة تنحط بالماء إذا أنا عم بشم يعني ما حتيتها على جسمي أو ما شربتها لأ ما هنة يعني بحطوها بقلب الجاكوزي أو أعطها يعني هيدا كتير خطر وما بدي أعطي أفكار بس جدا خطر فهيدا غلط كتير ألاس اللي بيعرف يعني مدوبة بالذات وبعدين حطها سهيدا تثبت على الجسم كتير مهم يعني مفروض السيدة إذا بتروح لحتى تعمل شي حتى لو باديكور مش مفروض تحط إجراء محل ما بيكونوا حطينا بقلب الماء مئة بمئة يعني إذا جبنا بقلب الماء كتير خطر مش أمه شوية مشان هيك لازم يعرفوا هنا يمكن بفكروا أن عم يعملوا لوكس يعني ممئة مشان هيك ما ربنا نعطي أفكار لأنه الآن خطر بس على الجسم لما نحن ندوبهم يعني تعطيك مثل من أشهر الكارير أول يعني هنة الزيوت النباتية عنديك الكوكونوت أو الكريبسيد أول أو الأرغان أو بعد هي شيء أفوكايدو أول كتير كتير هول أنت لما تحطيهن على الجسم بتحطي عليهم نقطة تان السنشل أويل بعدها متحطيهن على الجسم سو بالدوبية بزات مش بالماء لا تحطيه على جسمك وبالتام بعد أكتر يعني مشان هيك ما فينا نفوت بالتفاصيل كتير خلينا نحكي نحكي عليهم من غير ميلين نحكي سوية عن زراعتهم يس بعد ذلك نحكي عن استعمالاتهم المش انديفيدون طبعا نحكي عن استعمالاتهم إن كانت جميلية أو طويلية بالمية بمية باللسبة للزراع مثل ما قلت لك أنه باللبنان نحنا عمنا مناخ مليح لنزرع كتير منن أكي فينا مزرع أبتمية بس الجدوى الاقتصادة ما بيطلع منيح مشان هيك اللي عن جد عم نقدر نزراعن حاليا ونطلع منن مردود مادة هني أول مرد جوري غالي بس بنا نحكي شو عم نزرع أول لفند هو ماشي حالهم كتير منيح وكتير ناس خاصةً أنه لا يريد أرض كثيراً وعناية كثيراً يعني الأحياة الأرض يزبط فيها الآن هناك أشخاص يبدأ تزرع كثيراً أنواع ثانية أو تستفيد من أشياء ثانية مثل أرز هناك أشخاص يأخذون مثلاً خشب الذي يقشط ويأخذون منه ولكنهم سننتبه لأنه أرزاتنا نجد أن نقاطعهم هناك أشخاص يتعاملون من السنوبر ومن الحبق والريحان هناك أشخاص يتعاملون من الزعتر هناك أشخاص يتعاملون كثيراً لأنه لو أنهم مطلوبين في لبنان لا يوجد السوق كثيراً لأننا نبيع لبرا تنبيع لبرا لأننا نلتزم بما يريدهم بمعايير معينة وهكذا يعني أنت فيك تأخذ لبنان تزرعها في تربية لبنان تطلع الكاميكالز مختلفة لا يشترعها منك المشكلة هي أن نزرع بطرق كثيراً بدايئة لأن تذهب إلى المشتل ويأخذ لبنان ويأخذ لبنان ويأخذ لبنان تزرعها بعد سنتين ثلاثة تكتشفها أن هذه المشكلة لا يشتريها هذا موضوع بده كثيراً 100% قبل أن الواحد تأخذ بحلاء المشكلة يجرب بأرض صغيرة يرى ما هي الكاميكالز راح يطلعه لأنه المشكلة الأدى مختلفة ويأخذ لبنان ويأخذ لبنان ويرجع كمان مثل أنت تكون لديك المشكلة زرعتية جبتها من ذات المصدر بصور تطلع شيء بجبال تطلع شيء فكتير مهم نشتغل ميرمي والتقس والماء والكماوة وهذا شيء اسمه كاموتيب ولازم كمان نعرف شو هنه وخاصة إذا كان الهدف التصدير في مثلا السانشل اويلز هلا كتير غليين وكتير مطلوبين هن من الظهور أو من ورق الحمضيات يعني كتير مهم يعني جريب سيد اويل مثلا سريع مش لجريب فروت أو مثلا عنديك اللمن أو الأورنج أو حتى الملسمية نيرولي هولي كلهم هلا كتير مطلوبين نحن فيها نستعملهم فإذا بدك الاكتر ستة سبعة سميتهم تقريبا بس بدنا نعرف وين نزرعهم كيف وأهم شيء قبل ما تفوتوا بأنه أنا بدأ أعمل مشروع تجارة لسانشل اويلز شو الماركت تبعكم يعني ملاقيين الناس من بره بدون يشتروا أو أنتو بتكون تعملوا ببنان أو بتكون تحولوهم يعني تعرفوا مئة بالمئة بس أنه انت مأكد في حد رح يشتري يعني وفي ناس عم بتجرب هلا أنواع كتير غالية بالعالم تزرعها بلبنان مثل الفيتيفير أو الأليكريز جميل بس هون بدنا ننتظر على شغلة نحن بلد كتير صغيرة مسيحته كتير صغيرة مين بدك تتنافس إذا انت عم تزرع مثلا يعني تعرف المسيحات بدك مسيحات كبيرة مزوط إذا بدكم تتنافسوا وتقدروا تبيعوا لبرا بدكم تشتغلوا على الكواليتي وبدكم تعرفوا تشتغلوا سوا وتفتحوا تعونيات ليش؟ لأن الكركة المزبوطة حقا كتير إذا أنا عندي أنجا وهي حقا 6000 دولار وأنا بدأ استعمالها مرة بالسنة طب ليه؟ ليش أنا ما بجيبها مع عشرين مزارع هو بيتلع له مرة أنا مرة منخفف علينا الكلفة ومنقدر نزرع هو كل من بدون ديبا كتير طويل عريض بس أنا بلبنان حاليا يعني ما بنصح نزرع كل شي بدنا ننتبه سؤال أكتر شي ترندي هنا هن الافنت هن الروماران هن الحمديات هن الورد الجوري وفي ناس عم تباليش تزرع أنواع مثل زعتر وهاكتا بس العمين ما تكون بيعوها هون السؤال هذا السؤال الأساسي مئة بالمئة طيب خلينا نحكي شوي عن يعني كيفية استخدامها هل الاستخدامات طبية أو تجميلية بشكل خاص يعني الاستعمالات بتصدمك قد ما هي كبيرة أعطيك مثل أنا عامل ما رح نرفوط بالديتيلز بس مع أم دونوار مع مايا كان عن عملنا مرة شوكولات من الأساسي وربح جوائز عالمية سوماية ربحة ميور شوكولاتيار هدا كان عندها تستعمل من هون الأساسي وبلبنان عملنا أساسي من شوكولات من شوكولات عملنا معهم أرز والزيب وكان عمليا إذا بدك الشوكولات يلي توزعت لتسنين بالأسر الجمهوري من هالأنواع تستعملون بالأكل يعني في عنديك الشفير كتير مهمين بيعرفوا كيف مثلا بلا ما يحط دوزاج معين لأنه خطرين تمزع كل شيء تستعملها بالأكل فيك تستعملها بالأكل يعني حاليا يدرس مع جبنة مع جمبون لأنهم يستطيع إقتلوا البكتيريا لذلك يستعملون صناعات في هذه الطريقة يستعملون بكل شيء يسمى باستعملات مثلا نعمل خلطات مثل الديو مع الرون ولكن بالأخر يقتلوا البكتيريا لذلك إذا كنت تستعملها 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 على شعر تعمل كوزمتك ونحكي صناعات كبيرة بنقدر نستعملهم لنعمل خلطات لنقتل الحشرات يلي بيجوا على النباتات أو بالبيوت بطرق بيئية نعم يعني هن هل قد مرح هل قد عندهم استعملات هل قد قوية فيك تقتل فيون أمراض يعني ف شو بديك صناعات هلأ أكيد أكتر شي هن الكوزمتكس يعني بس هون كمانا بدنا نعرف الميز يعني هن أو الأروماز أو الأبسلوت بس جدا مستعمل يعني مثلا عندك كمانا أكتر مرح أكتر مرح أكتر مرح أكتر مرح هذا موضوع هذا موضوع كتير دقيق يعني حكينا عن قصص ممكن تسمم ممكن تقتل ودقيقة أكتر مرح 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 كمانا أكتر مرح أكتر مرح أكتر مرح العالم أكتر مرح بالصف أن يمتatر مرح أكتر مرح بذلك أكتر مرح سوف نستذاكر أكتر مرح أكتر مرح أكتر مرح في سات 1400 أكتر مرح أكتر مرح أكتر مرح Johnson ممنوع يستعملوه حتى فنجان ماي وفي انجاء دروبلتس من العصعين بيقدر يخلي المرأة تروح والأولاد العمرون تحت 8 سنين ممنوع يستعملوا السنشل اوينز هل قد هن خطرين همانا بيصيروا إذا ولد بطن عميجة ويقولونه شرب لك بلات عصعين مية بنيه هيدا شي كتير كتير خطير يعني لا يجب عليك لانه هن خطرين ومعادانا ما في استعمل القد ما بده فهيدا هيدا دجابة هيدا تشوفي انه بالنسبة للعصعين ادي الخبرية خطرة يعني واحد يجب انتبه انه كيف هيك انا بستعملوهن كيف مكانه بصير بوصف ويقولونه لو لا تخده عصعين وويسه بانه انتبه لن هلا شاي قد ما بدكن يعني انت لما تاخدي نبتة تعمليها زهورات ما في خطر لا لانه انت عم تاخدي 5-6 ورق عصعين مع 250 لتر موية بس بفنجان مقطر في 5 كيلو عصعين هيدا اللي العالم يجب انتبهولو سمع بنحكي عن كوانتتز يعني انت بليتر لفاند في 100 كيلو لفاند بليتر زعتر في 50 كيلو زعتر فهيدا اللي نفهمه يعني انت انه اوكي فنجان اوي مش صغير هيدا مش انه انا جبت 3-4 ورق حطيتهم بزهورات وشراب يا تاتا ما بتزبط هيدا هيدا كمية هالقد اضطرته وعبطيها لولد هالقد صغير هيدا الموضوع لازم يكون عليه كتير طوعية كل مرة لازم نحكي هيدا الشي لانه يعني التاتا والجارة بينصحوا بقصص اوقات عم بتكون عنجات خطرة على صحة الاولاد وحتى العائلات بشكل عام معرفة اذا عنا عطيك مثلا في الموضوع مثلا في اخرى مثلا لازمم مثل سيترونال نحن نسميه بالعربية مالليسة اوي لويزا ينسميه شي اخدر تخيينا هون قدي ايضا صعب الموضوع اول شي ايضا الكلمات الفرنسية وبالانجليزية غلط يعني سيترونال بتعني 9 بلانتات ونقول نحن لمن فربانا بتعني 9 بلانتات وفي لبنان نحن من نعطي أسامة مثلا شاي أخضر من نبتة من شاي وما مقدور شوء يعني عرفت لها المسمية شاي أخضر هي تيترونال بيزرعوها وبروحوا بيقطروها وبيبعوها اس تيتري والتيتري خبرتك عنه هي جاية من نبتة ما في منها غاية بنيو زيلان وما خاصة بالشاي منصير نحن هيدا كتير مشكل طويل عريض وعننا مشكلتان هن الأسامة يعني نحن باللبنان كل ضيعة بتسمى النباتات different ومنصير نوصف لبعض اشياء الطبية بيزد على الاسم أعطيك مثلا طائفة عندك مثلا نبتة عند منطقة معينة باللبنان بالهرمل بسموها هن عندهم شيح بعلاي شيح نبتة غير وبيصيروا يوصفون لبعض ونخد الشيح للسكر ونخد الشيح للكنسر هيدا عم يحكي عنها نبتة هيدا عم يحكي عنها نبتة هيدا عم يحكي عنها وشناك انا قلت اسم الاتينة انا ما فيه اقول مثلا خد النعنع انا بدي اقول خد مثلا منتا بيتاريتا لازم تكون مكتوبة مثل الدواء يعني انت هلقات دقيق ايه يعني النباتات الطبية والسانشل اويلز هن مثل دواء ما فيك انت تاخدي اسبيرين محل البنادول ما بتزبط فليزم كتير لنا مثلا مش ناك قلت اوكاريبت السرات دياتا مختلفة تماما كليا انا بالنسبة لك كل انسان عم بياخد اسنشل اويلز او زيوت مؤثرة لشي معين يعني لشي صحي هو مثل دواء بده يستشير حكيم بده يشوف اختصاصي بده يكون تعلمون وما ينصف يعني دونات سير فريسكرايب لانه اوقات اصلا هنه يستعملوا بالطب البديل ايه مية بمية بس اوقات انت بتكون عم بتاخدي دواء للعصاب مثلا اوكي وبقلولك انه اللفاند بعقد وبروئ العصاب او الحبع بروئ العصاب بس شفتم على الحكيم اذا هو بيشتغلوا سواء غير في سايد افاكت شميهم حد البيت نحنا منسمى بالفرنساوي منسمى البلاطماليسينال اوقات الناباتات منسميهم للسامبل انه هول البسيطين بس انه مش هيك هو الناباتات بيقدر ينزعوا الادوية مش هكي انا مش عام نخوف انه مهمين وكتير مناح بس وحا بدي استعملهم يعني ما فينا هيك نخدها رفتاها هيك بطريقة سطحية مية بالمية اجانا سؤال اذا بتسمح عم يسأله كيف منعرف اذا المزهر والمورد مناح ايه هيدا الفكرة المشكل في هولي كلن انه تنارف مية بالمية التاست بيكلفنا قد مية مرتبين مواردو مزهر يعني تتعرفي 100% بديك تجيبه الهالمايات وتبعطيهم على مختبر بيقطعوا تكنيك اسمه جيسية مثلا هي بتشتغل على الفولاتي الكمبونتسي وبديك تقارنه على القليلة هيدا التاست على القليلة بيكلفك مية دولار بطل بدنا مواردو مزهر مشان هيك كتير مهام عامل الثقة اوكي يعني انت اذا بتعرفي مادام او بتعرفي شركة او جماعية او هيك بيشتغلوا بلاز عبره وكل سنة بتشتري من عندهم بس لايتلي بالأزمة مين مكان سيعمل شو مكان وبروح اللي مليح مع اللي مش مليح ايه وصار كله بيقلك بعمل مونة وصص بلدية ومؤلن او حتى مفيهم ريحة او احس والتاستات الاشياء اللي بيخبروك اياها عمول هاكلة مدرشو ولنقول انه اللبنانة او مش مسلمان كتير منهم سوبر زكايا بها الاشياء بيقدروا حتى يزعبروا على تاست يعني بيعارف شو ما اقول مش لايك بدينا انتبه انه يعني فيه يعني مثل بالعسن المخشوش وكل شيء مخشوش فيه وفيه ناس بيعاملوا شيء بتعايد مش لايك اللي تشاغل على حاله الاسسانشل اولز او الورد طبعه مكتوب بديكون فيه ناس متخصصين وراء موضوع ايه انه اللابل بحد ذاته انه حدا عامل انينة كتب لك عليها زيت ما وارد طب انت بتصدق حتى الخط مش مفهوم اذا ما بتعرف الشخص العامل يعني انا اندرستاند في كتير ستات بالبيوت منهم قدارين يعملوا هلا براندينج ولايبل اذا بتعرفهم وبتعرف انه ما بغشه وكله تمام اذا مثلا انا بتشتري منتجات دار وبتعرف الدار وهيك لازم بالمبدأ ما يكونوا عمز عبره او محترمين وزارة الزراعة والاقتصاد والسناعة والمعايير الغزائية ايه لانه كل هيدا يعني بدنا نتباه له عم نحكي عن شي نحنا عم نتناوله او عم نوصفه عم نعطيه لأولادنا ثم ننتله يعني هذا كله شي خطر كتير دايق الموضوع بس موضوعنا بيخد حلقات وحلقات يعني في كتير اشياء بعد يمكن نحكي عنا انا بدي اشكرا كتير دكتور مارك بيروتي المهندس الزراعي شكرا كتير لك شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا خليكن معنا دايما عبر هوا صوت لبناء خليكن معنا عالموجي السواب خليكن معنا